أهلا بحضراتكم خلونا نبدأ أول حلقة خالص ومعنا مجموعة من العواجل عاجل من وزارة الصحة المصرية بتقول أعلى أكبر معدل للإصابات والوفيات 62 حالة وفاة و 1677 إصابة جديدة من كورونا ده تبقى للموقع أو الخبر تبقى للموقع جريد الدستور إن وزارة الصحة قالت إن النهاردة السبت خروج ربعه 121 مصاب من العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وشفاقهم وارتفع أجمال المتعافين إلى 11529 حالة وأوضح خالد مجاهد وزير الصحة مستحدث أو مستشار وزير الصحة بإنه ارتفع العدد ليصبح 129019 حالة من ضمنهم الحالات اللي تم شفاقها وإنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ووفاة 62 حالة بالكورونا أما العاجل اللي بعده على طول فهو عاجل الحقيقة إحنا مش عارفين يعني أهميته إيه يعني أو مش عارفين ده مدى صدقيته خلنا نشوف بس العاجل اللي بعده الرئيس الجزائري أدعو الحوار بين الليبيين للتوصل حل سياسي بعيداً على التدخلات العسكرية والأجنبية ده اللي نشر في موقع الجزيرة إن الرئيس الجزائري دعاً إلى الحوار بين الليبيين للتوصل إلى حل سياسي بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية لكن في خبر تاني أنا مش عارف مدى صحته اللي هو معرفش إن كان فيك أو كذب أو لا أو أنا لا أستطيع أن أؤكد على هذا الخبر اللي هو الخاص بإني وزارة العمل السعودية علنت رسمياً إلغاء الحج هذا الخبر أنا لا أستطيع أن أصده لأن وزارة العمل السعودية لا علاقة لها بالحجة أصلاً فأتصور إن ده خبر كازم أو خبر مش حقيقي اللي منشور عن فيزة أنا أتصور إنه لا علاقة لها بالواقع لأنه الحقيقة إنه المعروف إنه وزارة العمل ما لهاش علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالحج بس الخبر الناس عملتها لدوله بشكل قوي جداً لكن أنا لا أستطيع بصراحة أن يأكده إنما لدي ما يؤكد نفيه أو عدم مصدقيته نطلع بقى الفصل قصير ونبدأ هذه الحلقة لك بمديدي عشان تقومي يا ول أنت اسمك بموريدي ونبدومي بحلم أفتح أدادي للك راح وأعرف والزارع اللي ظهر في مصر بكرة كان أصل طالع في مصر النهار ألم بكم لا أعتقد أنه في مصري مهما كان اختلافه مع عبد الفتاح السيسي أو مع نظام عبد الفتاح السيسي لا أعتقد أنه ممكن يفرح أو يشمت فيما يحدث في صد النهضة رسميا الرؤية بتقول مفاوضات سد النهضة متعثرة ومتعثرة دي كلمة كده زي جدوالة الديون ما هو حاكم في العصر الحديث استبدله بعض الألفاظ بألفاظ أخرى أقل وطأ يعني يعني هيكل سمى هزيمة 67 سمى نكسة ليخفف من وقعها الدول تقول بدل كلمة إفلاس تقول جدوال الديون متعثرة بدل من فاشلة الرأي بتقول أسيوبيا تريد مصر والسودان أسرى لإرادتها في بعيد رسميا أو مفاوضات صد النهضة متعثرة والرأي بتقول أن أسيوبيا تريد مصر والسودان أسرى لإرادتها ويبقى السؤال مين اللي وصل أسيوبيا إلى هذا المستوى عمر قديم طلع قال إنه يكفي أقولك إن الاجتماعات فشلت وهم داخلين يمطلوا ووصلنا للنهاية نسمعك كدا عمر قديم أرجو حضراتكم إيه تشيلوا همه أسبوع اللي فات كان عندنا ثلاث اجتماعات بخصوص صد النهضة باختصار التلاتة فشلوا أو باختصاره على طول كده أسيوبيا دخلت الاجتماعات بنية المماطلة دخلين بورق جديد خالص طلبات جديدة خالص كلام جديد خالص ناس مش عايزة تخلص وأستطيع أن أقول لحضراتكم أننا قد وصلنا إلى نهاية الحكاية نهايتها بقى المسهد الأخير إيه محدش عارف إنما مصر أعلنت بشكل واضح أن أسيوبيا تماطن وأن ما يحدث لا يسجح ما ينفعش الكلام ده وأنه هو يتقول لنا هنقعد نتفاوض لغاية إمتى يا بلاش الكلام المصري واضح لأنه خلاص يا روح ما بعدك روح ده هو حيامل الشارع وصلنا النهاية يا قلبي آه يا عيني من قبل النهاية دي هو غنية أنها جات لحن بليك حمدي لكن أنا بس أسألك سألك سألك يا عمر هو من 2015 ما كنتش داري بني أسيوبيا تماطل فينا؟ من 2015 ما كنتش قادين بالكم إن أسيوبيا عملك مرجحنا من الخرطوم للقاهرة لهاديسة بابا لواشنطن ما كنتش قادين بالكم خالص؟ ما هو فيه جملة بيقولوها المحامين القانون ليحمل مغفلية دي بقى أنتم مغفلين لأنه من 2015 أسيوبيا عملت جرجر السيسي نفسه وتوديه وتجيبه لسه مدركين دلوقتي إنها داخلت مطر إنما الغريبة يا حضرات إنه حصل حاجة أغرب من كده بقى سيبك بقى من المماطلة حصل إن أسيوبيا صوتها عيلي قوي أسيوبيا صوتها عيلي مش بس عايزانا قسرد يا عايزانا عبيد الجيش الأسيوبي بيقول لمصر في الوش كده نملك خبرة الحروب وجميع مفاتيح النصر في أيدينا يعني الجيش الأسيوبي يا حضرات أنا طبعا لا أقصد أهين الجيش الأسيوبي على الإطلاق ولا أسيوبيا ولا أقصد إن إحنا نخش في حروب برضو لكن تخيل من دولة بتتسول توقيعك قبل 2015 دولة بتبوس على رجليك عشان توافق لها على السد يعني تتحول هذه الدولة اللي هجيتها تبقى بالطريقة دي تقولك نملك لمصر الجيش الأسيوبي لمصر نملك الحدي خبط على الجيش المصري في ليبيا ويقول له يا عم تعالى أنت بتتهان من أسيوبيا يعني حدي يصح الجيش المصري ويقول له ملكش دعوة بليبيا نحن نملك خبرة الحروب وجميع مفاتيح النصر في أيدينا مصر بقى تعمل إيه بقى؟ ترد بقى رد عبقاري جدا إيه بقى الرد هاشتاج مزلزين وزارة الهجرة المصرية دعت المصريين في الخارج للتدوين على هاشتاج اسمه ايجيبت ناير رايتس حقوق مصر في النيل عشان توقف بناء السد ده سد خلص ده الشارع جاية ميلي فوزيرة الهجرة الحقيقة نايمة فعاملة أو دعت المصريين يعملوا هاشتاج اسمه أو يدونوا على هاشتاج اسمه ايجيبت ناير رايتس والحقيقة الهاشتاج ده زلزل الدنيا يعني اهو هاشتاج ايجيبت ناير رايتس حق مصر في النيل يتصدر تريند تويتر ومغردون نهر النيل من حق مصر يا صلاة النبي يا صلاة النبي طلعوا بقى تغريدات تانية تقول لهم يا جماعة فوق اهو دي وزارة الهجرة الموقع بتاعها على النات على النات على النات يعني ناير النيل لكل شعوب النيل وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول وازمة تسد النهضة لازم يحلها يكون بالتوفق بالمصر دورنا كالمصريين ناير نكتب ونأكد على ده كلنا على الهاشتاج ايجيبت ناير رايتس المصريين في الخارج اطلقوا مبادرة مصريين تمام طلعوا بقى المصريين قالوا لهم مصحة يا نايم وحل الدائم بل با الساد بيتمالى او بيتمالى الشهر الجاي فطلعوا تغريدات الحقيقة بهدلة الهاشتاج ده انو يا جماعة انتم نايمين ده الساد ده هيتمالى الشهر الجاي اقول مصريين ده خلاص احنا بعناه فاتمسح الهاشتاج اتمسح تماما الهاشتاج شالوه خالص الحاملة الحقيقة بلعت كبيرة جدا بس لما فقولها الحقيقة اه دي الاستاذ هيسى ابو خليب بس انا مش شايف كل البتاع مش شايفها كلها البتاع بيتكلم وزارة الاوقاف وضع الافتاء يلشرون حاملة دعاء ساعة مغربية على اسيوبيا شارك بالدعاء وادعه غيرك سد النهضة الاستاذ محمد طلبة بيقولك عملنا الهاشتاج والسد مش هيكمل الاستاذ مصعد البرباري بيقولك ابداع هاشتاج السيسي في مجال السياسة لا يتوقف خصوصا في ملف سد النهضة بدءا من احلف ورايا اقول والله الى دعوة الشعب للتغريد على هاشتاج ده اللي نعرفه ان المزارات الالكترونية هدفها توصيل صوت الناس لمتخز القرار ومراس الضغط عليه الان وزارة الهجرة عاوزان نغرض على هاشتاج عشان صوتنا يوصل طب لمين؟ لمين؟ طيب انتوا غلبتوا الاستاذ مورسي بيقول النهضة هو اعلامي كبير النهضة هو تكشين هاشتاج ده الرئيس حلها حتى شوف بنفسك محمد صلاح بيقولك ده مورس دكتور مورسي هذا الاخيل الذي يروي بماء النيل ان نقصت مياه قطرة واحدة فدماؤنا البديل موقف للتاريخ موقف للتاريخ طيب على كل حال نشوف بقى اخبار جبر الخواطر على الله مش طارق منا غير طالله الاغنية بتقول كده يعني جبر الخواطر على الله مش طارق منا غير طالله تعالى سلم ده الاستاذ فريم القطرش في فيلم تعالى سنجر نشوف الحقيقة فيديو غاف مقاطع مصربة كشفت عن وجود دباط مصريين في جنوب السنان نشوف المقاطع كده موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب على كل حال عشان بس مباشر الخبر كذب او لا لكن احنا هنا ملاحظات على مصدر الخبر ده مصدر الفيديو ده هو موقع مفيش قناة اسمها رامس البرودكاستنج مفيش قناة اسمها كده لكن الاسم ده ينطبق على موقع محلي باسمه كده رامس البرودكاستنج والموقع ده هو اللي نشر الفيديو ده الموقع ده لما بالبحث عنه اكتشفنا انه يتبع المعارضة وهو غير موسوق او يعني ما تقدرش تصر فيه او ايه وانه نشر كتير جدا الدعاءات غير صحيحة يعني ربما كل الموقع ده او الفيديو ده لقوات تحفظ السلام في جنوب السودان وهي قوات بتشارك فيها مصر ضمن القوات اخرى ودول تانية وبالفعل احناك في قوات موجودة مصرية ضمن قوات حفظ السلام في جنوب السودان وده اللي نشرته جرائب كتير جدا لكن انا بس عايزة اركز على حاجة لو ان السيسي بيلعب باوراق ضغط عسكرية فانا براحب بيها بصراحة لانه مفيش وقت بقى نضيعه في المفوضات ولان الدفاع مش عن المية مليون مصر اللي الموجودين دلوقتي انما انت بتدافع عن مليارات المصيريين اللي جايين بعد كده فده حق قريخي ويبدو ان اسيوبيا الحقيقة استغونت بينا الى درجة بيخ جدا فنحن الان في حاجة للتكاتف وللاظهار شكل مصر الحقيق قدام اسيوبيا ما فعش اظهر انا ضد السيسي وضد الانقلاع العسكري وبدو كل حاجة بس حقيقى مصر محتاجة صوت اخشم من كده شوي متقوليش مفوضات متهزرش وتقعد تقولي تقعد على مفوضات متهزرش كفاية خمس سنين استعبطت خمس سنين مكنت اسيوبيا انها تخلص السد وهتلاح الشهر الجاي مصر محتاجة صوت اخشم من كده شوي مصر محتاجة لأي عمل وخالينا اقولك على حاجة بسيطة قوي وان كانت حتى بيتقال على السادات الكلام ده لكن لو ده حقيقي ماشي السادات لما حاس ان القضية المصرية انتهت وماتت وعمالين بقى نروح مبادرة روجرز بعد سبع وستين وعمالين نقعد بقى في اتفاقيات السلام من هشاء تلاتين معنا واسرائيل صوتها عالي جدا السادات قالك لو اني حرب اكتوبر هتحرك القضية وتحطنا في موقع افضل انا معيها وها 16 كيلو كلها بقصة فدخل حرب اكتوبر عشان يعيد التوازن بس وتبقى مصر صوتها عالي وعشان يقعد في مصرات السلام حتى لو ده حقيقي انا معارش هيولقها بس حتى لو ده حقيقي فالسادات قدر يخلي صوت مصر اعلى مما كانت عليه في سنة وستين دلوقتي بقى مصر محتاجة اعادة تموضع واعادة تموضع مصر مش هيجي بالنفوضات خلص هم ركبوا وداسوا علينا وحطوا الجزمة في ورقة المصرية مع الاسف فانت محتاجة مصر دلوقتي اعادة تموضع واعادة تموضع دي مش هيجي إلا بعمل الماء عمل يعيد بس ترتيب الورقة بالتانية وفي امل في ده اذا كان السيسي هيفكر كده فاحنا معانا انا عارف اني هطلع تشاتب بالوقتي من كل خالق الله بس اذا كان السيسي بيفكر انه يعمل عمل اي عمل يعيد وضع مصر تالي الى منقف اقوى فانا معانا لا تطبيل ولا قصة دي لانه النيل لا علاقة تلاقوى المكايدة السيسية السيسي ماشي ماشي واحنا ماشيين ماشيين لكن هتيجي أجيال تحاربنا احنا وهتحطنا احنا والسيسي في نفس الوضع هتقول تب منتو هو كان فاشل ومضى في 2015 وضيح حقنا في النيل وانتو خدتوها فرصة عشان تنكفو فيه لا لا لن نسمح لحد بالاجيال الجاية لحطنا في نفس الوضع بتاع السيسي النيل مش ورق الضغط مننا سياسية عشان نسبة ان السيسي فشل النيل ده كوبايت المالين النيل ده الارض النيل ده حتة البيهيمة اللي معدية على الارض النيل ده الخير الناس بتاكله او الناس بتايش عليه ماينفعش النيل يبقى ورق الضغط مننا على نظام السيسي وإلا اللي هيعمل كده بصراحة لا يقل ده نعم السيسي اللي هياخد ملف النيل ده على اعتبار انه هو ورق الضغط اهو اثبات فشلنا الحمد لله ناس جود لله شاكره لما السادت ملق اللي هياخد الحكاية كده يبقى واطن لانه السيسي ماشي ونظام عبدالناصر ماشي غرف ده يعتقده والسادات ماشي ومبارك ثلاثين سنة وماشي لكن الاجيال ما بتحسبش الاجيال بتحسب الكل زي بعض اين كنتم لما السيسي ضايع النيل فانا محتاجة مصر الحقيقة اعادة تموضع في النيل وانا لا اغجل واللي عايز يشتم براحته اذا السيسي بصراحة دخل في عمل عسكي مع اسيوبيا ضد السد فقط مش ضد الشعب الاسيوبيا ضد السد فانا مع الجيش بمصري قلبا وقالبا دي حقيقة انا بعلنها وساعتها هكون اسعد شخص في الدنيا اذا حصل اي حاجة في السد عمل ما يخلي مصر موقفها اقوى من كده شوي خلا نشوف صحيفة صحيفة الايطالية دي اللي هي لبولريكا بتقول مصر مدانة تسعى للصفقات اسلحة ب 11 مليار يورو مع ايطاليا من يدفع الفاتورة؟ الامارات 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 الاستاذ سليم عزوز بيقوله طب لو مش هتحارب رجع الاسلحة لو بنصف التمن واحنا كسبانين لو مش هتحارب اسيوبيا يعني الاسلحة دي رجع أو الитанig Senator بنصف التمن العادة ايها و حلن الامارات جد ديش ايه علاقتنا بالليبيا؟ ايه علاقتنا بالليبيا؟ تطورات سد النهضة رئيس جنوب افريقيا يورحب باعلان القاهرة الوقف الاقتتالي في ليبيا ايه علاقته بالليبيا؟ إعلاقة صد النقدة بليبيا بحنا شكلنا كده السيسيو ماكرون يناقشان الأوضاع في ليبيا والتعاون العسكري والأمني إعلاقة ده إعلاقة ليبيا إعلاقة وقادي مقال أسود البوابة الغربية حمد رزق بعتار أتكلم حوار الفريق محمد فريد مع القادة والضباط والصناع والجنود والغربية حوار مهمة في توقيت حرج وقفلوا الإرهار التتجمع في الغرب الليبي يا عمي إنتوا بتحربوا غلط يعني بداية غلط وده دا ضايع عبد الناصر انتوا قروا واسب لفات عبد الناصر في حرب اليمن القصة كلها إن عبد الناصر كان ضد المام يحيا والناس دي والإراء البدر وكان مع السوار اليمنين طيب ماشي إنت خلاص أيدهم بقلبك يعني فراح السادات قالوا نحن لو بعتنا كتيبة يا رئيس هناك هتقعد العلدي تبيوتها فبعتوا كتيبة كتيبة شدت كتيبة شدت لوة مع اللوة هو مجموعة كتائب واللوة شد سلاح والسلاح شدع سلاحها فبقى تربع الجيش المصر هناك ولما جينا نخلش حرب للصاينة كان الجيش انتهى اتهلك الناس اللي زي حمدي لز الناس دي الحقيقة عندها حاول اقلقتنا بليبيا لو ان نص الجيش اللي موجود على ليبيا دلوقتي بيهدد وده جايز على فكرة ايه المانع يعني ايه المانع انك انت تهدد الأسيوبيا ايو انا بقولك انا بأخدها مني هدد الأسيوبيا العالم لايه احترم غير الأخياء حكومة الوفاق بتاع السراج كانت بتتشتر من شهر بعد شهر النهاردة حكومة الوفاق بقت في السماء قوي رجب تاردوغان في تركيا لحد النهاردة دخل في ازمة مع روسيا طيارة وقعت طيارة روسية وقعت وعمل ازمة وبعدين خلاص دخل في ازمة مع روسيا جوه سوريا وفرض رأيه دخل في ازمة مع امريكا حول القصة الامريكو وفرض رأيه دخل في ازمة مع العالم كله مع الاوروبا في الانتعاد الاوروبي وفرض رأيه دخل ازمة مع فليبيا وفرض رأيه العالم لايه احترم قدر قويه يوما ما هيكتب ترام بمذكراته عن الناس اللي هو عملهم وشوف بصتولد لأردوغان قوي رئيس قوي دولة قوية والقوة سلاح وانت شار السلاح بقالك يا اخي خمس سنين بتشتري سلاح من الدول مارني في المخازن على رئيس طلعوا طلعوا طلع السلاح وهدى الاسيوبيا انا بقولك يا اخي هدى الاسيوبيا يا اخي اعمل اي حاجة هدى الاسيوبيا ايو اعمل اي حاجة هدى الاسيوبيا وشوف الفرق بقى ايام عبدالنصر وايام السلاة سبعينات وكلكم شوفتوا المسلسل هذه اللي كان اسمه ايه اللي عبارة ولا اسمه الفنار دا الحفار دي قصة حقيقية من الملفات المخابرات المصرية مصر راسرد حفار رايحة طلع رايح للصهاينا وعندين وصل لدولة افريقية راحوا باعتوا الاستاذ محمد رضا والاستاذ نبيل السيد وغالبا صفاء بالسعود وعملوا فيلم اينك اسمه عماشة في الادغال الفيلم اول هالوقتي لا قصة ولا اسناريو واي هزار واي عكس ورحوا الزباط المخابرات والزباط الخاصة والسلاحة رحوا مع بعثة الفيلم دا دمروا الحفار وريقاوا دا دولة دي جهاز المخابرات انت عندك اسيوب اعمالة تبني في الساد ويتكمل ويتجيب مؤنسين وانت قاعد نايم ومستني يقلقي مفاوضات السبب يا حضرات انه كان قاعد ينايمنا لحد ما لبسنا في الساد عبدالفتاح السيسي قاعد ينايمكم لحد ما لبسكم في الساد في الفيديو دا مراحل تاريخية مسجلة للسيسي من اول ما مضى لحد ما قال انا ضيعتكو قبل كده شوف كده بكل الحب بكل الإخلاص بكل الأمانة ونواينا كلها طيبة جدا جدا واحنا متأكدين كمان ان الأشقائنا في السيوبية والسودان على نفس هذا المستوى موسيقى موسيقى لكن عايز اقولكم اتماموا الأمور ماشية بشكل بشكل جيد وبشكل مطمئن وانا ما ضيعتكوش قبل كده عشان ما ضيعكم التادي ندور على شمل كانت تمنى بلاقي كابيرانين تتحبصوا بطعم الله بتوتشم اللاهي واللهي زي بعد طول بعد أي برقة درني أدور درني در درع للموافق مصر للموافق مصر مصر لو ما كانتش 2011 كان حيبقى عندنا فرصة ان احنا يتم التوافق على بناء السبت احنا في الغنب اللي بيطلقوا بلقوا مكتازرحات هو بيعكس المصر عشان لاني فجيكم وانا كمان نخوف الناس بلودع طيب على كل حال انا مش عايز من السيسي كنبتين مش عايز من السيسي كل القصة دي انا عايز اقولك انك انت في ديسمبر 2015 يا عبد الفتاح انا هاهدى خالص اهو وهكون هادي وهسألك بمنطق وارجو من زماني يشيلوا الفيديو ده تاريخيا هعملك بمنتهى الاحترام وهقولك انك في 2015 في ديسمبر 2015 يعني بعد ما وقعت على تفايت السبت جيل كم شهر وقفت قلت بمنطقة الثقة للمصريين لما كانوا قلقانين من السد قلت له مكلمتين دول انا بفكرت بيهم حايز اقولكو اه اطمئنوا الامور ماشى بشكل بشكل جيد وبشكل مطمئن انا مضايعتكمش قبل كده حشان مضايعكم التالي ارجع تانى واقولك عبد الفتاح في ديسمبر 2015 بعد ما وقعت في شهر مارس 2015 اتفاقية باللغة الانجليزية وعندي حد بيقولي يبدو انه هو معرفش انجليزي فعلا فوقع عليه اتفاقية بس ده يمكن مش حيه لانه هو اكيد الخارجية ترجبته الكلام يا عبد الفتاح عبد الفتاح في ديسمبر 2015 بعد اشهر قليلة من توقيعك لاتفاقية السد اللي اعطت المشروعية للسد واللي بنائن على الورقة دي ناس شو بيتزلين لحد المعارضة طلعت وقلت المصريين الامور ماشى تمام وانا مضايعتكمش قبل كده يعني الموضوع عندك حل؟ والراجل عبد الفتاح بالتقليل لسانه الراجل كلمته سيف انا دلوقت ده باسألك بعد ما وصلنا النهاية يا قلبي وقامن قبل النهاية يا عيني بعد ما وصلنا النهاية بنائن علي احنا فيه دلوقتي بعد ما وصلنا للخراب يا طرى يا عبد الفتاح حضرتك دلوقتي تحب تكون ايه للمصريين انا مش بناك فكسياسية انا واحد الشعب ضمنك وانت قلت للشعب كده قلت لهم بالزبط ما تقلقوش الامور ماشي بخير وانا مضايعتكمش قبل كده يعني الموضوع عندك انت يعني الموضوع فرقابتك انت فلما الشعب ده يضيع هيسألك انت فحضرتك دلوقتي وبمنتهى الادب تحب تقولي للشعب المصري دلوقتي بعد ما عرفنا انه خلاص الموضوع خلص تحب تقولي للشعب المصري ايه اتمنى يا عبدالفتاح انك تكون في يعني شوية في شرف الجندي او الساموراي الياباني الساموراي الياباني لما بيحس انه ايتهزم بيقتل نفسه اتمنى يا عبدالفتاح انك تكون ولو حتى تمثيل زي عبدالناصر وتطلع تقول اتحمل المسئولية كاملة واعلن تخليه عن اي منصب رسمي واعود الى صفوف الجمهور ولو تمثيل اتمنى يا عبدالفتاح انك تطلع تقول اسف سبحوني ما كانش قصدي اتمنى يا عبدالفتاح انك تطلع تواجه المصريين كده انت قلتوا لهم الموضوع عندك وبرقابتي اتمنى انك تملك شجاعة جندي مصري حقيقي يطلع يقول المصريين كلهم انا اسف انا اسف او انا اسف واتخلى عن اي منصب واعود الى صفوف الجمهور اتمنى عبدالناصر حتى الان ما يخفف وقع هزيمة 67 الفيديو بتاعه هو بيقول كتمثيل بس مجرد تمثيل وانا اتخلى عن اي منصب رسمي واعود الى صفوف الجمهور الناس فاكرة عبدالناصر الفيديو دا والناس لما بتشوفها اهوال 67 بيتزع وراع على طول الفيديو بتاع عبدالناصر اطلع اقول انا اسف جدا وانا ضيعتكم وانا اتحمل المسئولية كاملة ياريت لكن مباش رد كده مراسل العربية مصر واسيوبيا كلفت السودان باعداد مسودة اتفاق جديدة صد النهضة طيب عاجل اتفاق على استقناق مفوضات صد النهضة الاثنين المقبل يعني هنبدأ من الاول خالص ولا زالت اسيوبيا لها الابرهند او اليد التونة او اليد العوية نشوف اللي بعده اقوم بشتري اهلا بيكم فعل السريع هنبدأوا من تونس من تونس الحقيقة في نائبه في البرلمان التونسي اسمها عابير موسى عابير موسى كانت هاجمت آآ